اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الانتاج الحيواني دايما بقول هو الكريمة بتاعة وزارة الزراع كريمة وزارة الزراع الانتاج الحيواني بالضبط بيمثل 47% من الانتاج الزراعي بنسبة صافي تقريبا 27% طبقا لاخر احصائيات اذا نتكلم عن قطاع مهم جدا بيشمل الثروة الحيوانية الحيوانات الكبيرة لانتاج اللحوم والالبان عندنا قطاع الدواجن طبعا الاسماك كل ده الالبان ومنتجاتها التربية المنزلية ودورها في تنمية الريف المصري ورفع دخل القسر وايضا القضاء على البطالة والمرأة المعيلة وبنتكلم دايما على محاور كتير جدا النهاردة ما فيش بيت وما فيش انسان في مصر او في العالم ان لما بيبدأ يومه بكوب لبن ببيضة ودايما بقول يا حلوة يوم يمر وشنا يا لبسي على الموضة مهرج بكام يا حلوة يا عروسة بحبك من ايام بحبك وقهواكي من ايام ما كنت في الروضة مين فينا في الروضة ما بدأش يومه ببيضة مسلوقة جميلة ودايما بنقول بيضة واحدة تكفي اذا حضرتك بنتكلم النهاردة كل بيت وكل انسان بيبدأ بكوب لبن النهاردة في الظهر في الغداء بنبدأ بنتكلم في دواجن في اسماك في لحوم في كذا في كذا العشاء والاشاء بنتكلم في كوب زبادي بتكلم في قطعة جبنة كطول اليوم انا مع المواطن والانتاج الحيواني ملازم لنا والانتاج الحيواني هو علامة من علامات رفاهية الشعوب وتقاس رفاهية الشعوب باستهلاكها من البروتين الحيواني اللي منظمة الصحة العالمية اي لعلى 29 جرام للمواطن في اليوم احنا عندنا في مصر تقريبا 21 جرام والبرنامج الرئيسي للانتاج الحيواني بيتكلم اننا 20-30 ان شاء الله هحاول ارفع 4 جرام للمواطن في اليوم ده مهم جدا ايضا بنتكلم على انتاج البان استهلاكنا في البان تقريبا من للانسان 63 كيلو او 63 لتر انا بستهدف ارفع 90 لتر ان شاء الله في 20-30 بتكلم على سد فجوة من استراضي للحوم من الخارج مصر النهاردة بنستورد تقريبا 330 الف طن بنتج اراوند 660 الف طن اذا بنتكلم حضرتك النهاردة بقل الاستراضي لمستويات هامشية ووفر العملة الصعبة عشان ابدأ استخدمها في بناء المشروعات القومية واستراض المصانع لتشغيل الشباب بنتكلم النهاردة على تربية منزلية النهاردة اللي مش لاقي شغل وبدأ يربي 100 طائر في البيت هينتج بيض النهاردة ربنا هيرزقه في الشهر بكام النهاردة التربية الحيوانية مهم جدا وقطاع الانتاج الحيواني مهم جدا كبرنامج رئيسي في خطة الوزارة في التنمية المستدامة ومنها البرنامج الفرعي للصحة الحيوانية بقى وانتاج اللحوم وانتاج الالبان وانتاج الاسماك والاغنام والمائس بالنسبة لأهلينا في مطروح في العريش في شلاتين في حلايب المصرية في كل المناطق الحدودية ايضا بنستهدف رفع كفاءة برنامج تربية الاغنام والمائس وحل المشكلات والمعوقات التي تعوق هذا الانتاج ده بالنسبة حضرتك للانتاج الحيواني جنرالي طب النهاردة بتكلم على ايضا انتاج الاعلاف ان شاء الله هنستعرضه في لاحقا في الحلقة بإذن الله وهو بدائل للأعلاف بدائل المرب كأحد المعوقات النهاردة وان شاء الله سأجيب في نهاية الحلقة على سؤال بيهم كل حبايب المشاهدين دلوقتي وأهلية اللي شايفيني دلوقتي لماذا انخفضت أسعار الحيوانات ولماذا انخفضت أسعار اللحوم كتير مننا بنسأل هذا السؤال ومش عارفين اللي حصل ولماذا انخفض ما نجاوب على السؤال ده خلينا نتكلم عن احنا بنتكلم عن قطاع كبير جدا زي ما حضرتك قلت يعني بيهم كل مواطن مصري بشكل يومي بل يعني على مدار اليوم كمان فبالتأكيد التحديات اللي بتواجه القطاع الكبير ده هي كمان تحديات كبيرة تمام يا فندم زي ما حضرتك قلت القطاع زي ما استعرضنا بسرعة التحديات التي تواجه هذا القطاع بيقابلها حلول زي ما حضرتك من برنامج التنمية المستدامة البرنامج الرئيسي اللي بينبسق منه البرنامج الفرعي لصحة الحيوان وهو القضاء على الأمراض التي تسبب المشاكل من أهمها مرض الحمى القلعية مرض البروسيلا مرض السل وأنفلوانزا الطيور أمراض أساسية وإن شاء الله قادرين بفضل الله ومصر تستطيع زي ما قضينا على الطعون البقري في منتصف التمانينات بجهود المخلصين من أبناء مصر وبجهود خبراء مصر وزي ما قضينا على أمراض كتير في مصر إن شاء الله هنقضي على هذا المرض بالبروتوكولات بالتحصين بالأمان الحيوي بالأمن الحيوي وكل هذه العوامل المجتمعة أبدأ أحل مشكلة من المشاكل للسيطرة على الأمراض طيب هو ده البرنامج الفرعي للصحة الحيوانية القضاء على الأمراض المتوطنة اللي قلت لحضرتك عليها وكمان إيه الوافدة وإيه كمان والعابرة للحدود والعابرة للحدود طيب النهاردة أولاد مصر الأطباء البجتريين في مصر وحرس الحدود في مصر العيون الساهرة التي تنام عينهم بكت من خشية الله وعينهم باتت تحرص في سبيل الله اللي بحرصوا حدود مصر النهاردة من الحيوانات المهربة من الأمراض العابرة للحدود بنقول لهم شكرا بنقول لهم من هنا وإحنا عاديين في بيوتنا وإحنا عاديين في التكييف بنقول لللي عاديين على الحدود ألف شكر ربنا يحفظكم ويحفظ مصر بإذن الله ودايما تكونوا سند لمصر حضرتك هذه الأمراض ماذا تحدث لو انتقلت للحيوان تنتقل مباشرة بعد كده المين للإنسان يبقى الضور التاني لنا حضرتك السيطرة على الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان والأمراض دي حضرتك بتكلف لاقتصاد المصر كتير وبتعمل لنا مشاكل في الإنتاجية وفي إنتاج المواطن وبيب الإنسان مش عايش ويلفير في رفاهية زي ما السياسة بتطلب هذا والإرادة السياسية بتطلب أن يكون في رفاهية وراحة للمواطن نمرة ثلاثة يا فندم ده مصدر لطعام وإطعام المواطن الألبان زي ما قلنا اللحوم طيب لو في مرض بروسيلا لا قدر الله هينتقل ليه الإنسان عن طريق اللبن الغير معامل حراريا والغير مبصر دخلني في مشاكل أخرى وفي تكلف أخرى ده المحاور العامة بسرعة هنبدأ حضرتك طيب إزاي النهار ده بقى أبدأ أسيطر على الأمراض هنقول يا جماعة الموضوع بسيط جدا لو بدأنا في مجال الحيوانات الكبيرة هقول لحضرتك فيه حاجة اسمها البيو سيكوريتي والبيو سيفتي زميلي فاهمينها وحتى المراب النهار ده البسيط تعرفها هم البيو سيكوريتي هليننا نقولها ب يعني الأمان الحيوي يا فندم هم اللي هو كيف أمنع وأقلل هم دخول المرض هم وأمنع انتشار المرض وأسيطر على المرض ده من خلال ايه من خلال استخدام أدوية هم تحصينات بنية أساسية للمزرعة سليمة وانا حديث النهار ده هوجهه لأهلين صغار المزارعين انا بتكلم للي عنده رأسه رأسيني النهار ده هم بتكلم لست البيت اللي بتربي النهار ده عشرين طائر وخمسين طائر ومئة طائر هم أنا كلامي لحضراتكم النهار ده انتوا بتمثلوا العمود الفقري للإنتاج في مصر بتمثلوا تمانين في المية من المنتجين لمصر هم دورنا نوصل أبحاثنا وعلمنا وخبراتنا الحقلية لحضراتكم هم دورنا النهار ده نقول لي حضرتك ازاي تتعاملي مع الطائر من أول ما تشتريه كاتكوت حتى يتم زبحه أو يدخل في مرحلة انتاج البيت هم النهار ده حضرتك لازم نعرف يا جماعة ان التربية المنزلية للطيور بقت مهمة جدا هم بقت منتشرة في الريف المصري محدش يقدر ينكر كده لدرجة ان انتاجهم دلوقتي اصبح يفوق انتاج المزارع اللي موجودة اللي هي خمس تلاف وعشر تلاف طائر هم طيب حضرتك النهار ده واحنا دخلين على فصل الشتة ان شاء الله واحنا في الخريف الفصل المتقلب ازاي اتعامل مع الطير عشان احافظ عليه هم يبقى النهار ده الطائر ده كائن حي بقول عايز مساحة معينة عشان يتربى فيها يبقى المساحة ديت عشان يتنفس عشان الفرشة بتاعته تبقى سليمة عشان التهوية عشان الرطوبة عشان يديني انتاجية وما تنفخش الطيور منه طيب اعمل ايه؟ يبقى الطائر اجيبه من مصدر كويس اجيبه وزنه لا يقل عن 35 جرام اول ما الطائر ييجي بابدأ اكون مجهز له المكان مدفيه في درجة حرارة مسلة اللي هو عايزها ابدأ افرش له المكان فرشة كويسة طبعا انت لو هترب النهارده في متر المتر بحتاج فرشة ايه هي الفرشة الكويسة؟ نشارة الخشة المتر المربع بحتاج كيلو ونص نشارة خشة لازم نختارنا واية نشارة كويسة تكون نائمة الملمس ما يكونش خشنة ما تكونش فيها اجسام صلبة ابدأ افرشها بنقول سمكها في الشتاء من 18 سنتي بنقول سمكها في الصيف بكون تقريبا من 5 ل 6 سنتي طيب نمرة اتنين بكون مجهز العلف النهارده يا جماعة بقى فيه علف اسمه ايه؟ بادي ونامي وناهي بقى فيه دلوقتي حاجة اسمها قبل البادي يعني ايه قبل البادي؟ بقولوا عليه الطلقة الطلقة يعني بروتينه بيزيد بيكون 24% هذا البروتين في بداية عمر الفرق الطائر وهو يوم كتكوت بيبدأ يديني معدل تحويل عالي ثم بعد ذلك بستخدم المراحل المختلفة للعلف طيب الامراض التحصينات الميا التهوية ما جيش النهارده اكدت مع الفرح واحنا داخلين على الشتاء واقفل الشبابيك عشان الغاز غالي او ما دفيش وبعدين ابدأ افاجأ بفيه مشاكل تنفسية لو دخلت في مشاكل التنفسية المزمنة اللي بنقولنا CCRD دي ملهاش حلول بمجرد ما الامونيا بتزيد في العنبر بيبدأ يا جماع يطلع حاجة اسمها مركبات ضرة بتأثر لي على الاهداب اللي ربنا خلقها في القصبة الهوائية اللي هي ضرها بتطرد الكائنات الضرة والميكروبات الضرة طيب الامونيا زادت الله يحصل هذه السيليا او الاهداب بتتأكل طيب تأكلت الاهداب يروح داخل مايكروب ضعيف وتافه اسمه الميكروبازما ده مايكروب لهو بكتيريا ولا هو فيروس الميكروب ده يا جماعة لهو القدرة على اختراق الخلايا بيعمل ليه بقى الميكروب اول ما الميكروبازما بتدخل بتكون عامل مهيئ لدخول باقي الفيروسات خد عندك بقى ممكن ان يكسل ممكن الانفلوانزا ان وجدت ممكن الانتهاب الشعبي ممكن ممكن وغالبا اذا دخلت الميكروبازما انتظروا النفوق بعد ثلاثة ايام الطائر يموت يبقى خسرت كده تمن الكاتكوت وخسرت العلف وخسرت الطائر بسبب ايه معوق بسيط جدا اقدر اتحكم فيه تهوية جيد تهوية جيد ما نقدرش احنا كمان بننفل اوضع وقفل على نفس هيجي اكسجين بينين للطائر مش هنفع فحضرتك دي احد المعوقات البسيطة طيب انا كنت حضر منقشة رسالة ماجستير قريب الحمد لله مثلا بردك بشرة كويسة لمربط دواجن فيه ادوية جديدة في السوق الاسيطيل ايزو بروبيل طيلوزين ده مركب جديد من مايكروب يؤثر على المايكوبلازمة من فترة طويلة ما طلعش ادوية لهذا المرض الحمد لله الدواء ده بيقصر تأثير جيد برفع المناعة بيزود تحويل الغذاء بيزود الوزن طيب ايه اللي حصل توقف العالم لانتاج ادوية لهذا المرض اتعاملت محاولات لانتاج لقاحات حية وميتة ولكنها باقت بالفشل لماذا فشلت لاني لقوا ان الاجسام المضادة الانتيبودز اللي بتتكون بتتحد مع عطرة اخرى وبتكون مايكروب غير قابل للالاج مقاوم للالاجات ودي برضك من المشاكل اللي هنواجهها هنتكلم عليها بعد كده ان شاء الله كأسباب من أسباب المقاومة المايكروبية للمضادات الحيوية طيب خلينا نتوقف عند واحدة من اهم العوامل الاساسية في التربية وهي الاعلاف كيف نحافظ على الثروة الحيوانية من خلال التغذية او من خلال الاعلاف والله استاذة حضرتك بفضل الله الحمد لله يمكن زمايلنا في المهندسين وفي الزراعة السنادي وفي البيئة ما سمعناش عن حد حرق الشرز ما كانش في مشاكل سحابة سودا ليه؟ لأن الفلاح النهاردة قد بيدور على كل مخلف في المزرعة يستفيد منه في تغذية الحيوان لو تكلمنا على التغذية الحيوانية هي اكبر مكون في الانتاج الحيواني في الدواجن بتصل لسبعين في المية طيب أنا عندي وفرة في المواد اللي هي العلافية ومكونات العلاف عندي دورة تكفي عندي فلسوية يكفي عندي حضرتك الرضة والأمح اللي بنستور نسبة كبيرة منه مبارا لا فالنهاردة حضرتك بقى الفلاح بيفكر النهاردة على المخلفات بانجر السكر القرش بتاع بانجر السكر تفلة اللي طالع عن بانجر السكر القالون في الأصب زي أهلينا في إينا وفي لقصر وفي صعيد بدأوا النهاردة يتاجهم لعمل كومات السلاج السلاج طبعا بحلل المشكلة أنا النهاردة لو بأكل علف مركز لو بنقول كيلو علف مركز لخمسين كيلو وزن حي بتكلم النهاردة على احتياج من العلف من العلف اللي هو المالق العليقة الملقة من عشر إلى عشرين كيلو حسب وزن الحيوان فهي مشكلة حقيقية أنا كنت مبارح مع مربين تقريبا طن العلف حاليا بالنسبة للحيوانات الكبيرة بتراح من أربعة تلاف ومتين لأربعة تلاف وثلتمية للتسمين وبيصل لأربعة تلاف خمسمية للألبان علف الدواج الراوند بيعمل في ستة ستة ومتين فده ما زال ما زال عامل مشكلة حقيقة للمربي أنا بس بقول للمربي اللي شايفني دلوقتي حضرتك بقول له أوعى أوعى تفرط في الرأس أو الرأسين اللي عندك أوعى تتبح الأجل اللي بتله أنت داخل إن شاء الله اللي بنفسك وعايز يخرجك من السوق مش هيقدر استحمل الفرص قادمة إن شاء الله وزي ما بقوله وأسدتنا في الاقتصاد أن الاحتكار أو الاحتكار في السلعة عشان أطرد المنافسين وأنفرد بالسوق والسعر قادم الحمد لله يمكن النهاردة بدأت الأسعار ترفع اتنين جنيه أو تلاتة جنيه في الكيلو أنا بكلم حضرتك كلام من الواقع من السوق فده مؤشر كويس احنا عايزين نعمل توازن توازن بين المدخلات للصناعة أو للإنتاج الحيواني والمخرجات بحيث أن الفلاح أو المربي يطلع لهها مش ربح آه هو ربحيته قلت آه قلت قلت مثلا بنتكلم في 3000-4000 جنيه في الراس وأكتر وفي الحيوانات المنتجة في الأجلات هل انخفاض الأسعار للمشية ممكن يعني يسبب عزوف للمربي عن التربية في الفترة القاضبة هو ده حضرتك السؤال اللي احنا المهم جدا اللي أنا بقول للرسالة النهاردة المزارع هتتعرض لأمراض أتعرضنا لأمراض وعدنا منها في فترات كتير آه عدم استقرار السعر أيوة العلف نعم بنعتمد على مكونات علف من استراد نعم إذن ماذا تبقى تبقى دلوقت حضرتك في نمو تقليدي وفي فرص النمو التكاملي مين عايز يخرج من السوق وبعدين النهاردة كنت زمان بتنيم لأجل الصغنون مع حضرتك في البحرية وانت نايم على القبة كنت بتدفيه وبفكر الست اللي شايفان الست المصري العظيمة الكاتاكيد بتاعتك والبط بتاعتك المكان بيف اسكت بتحطيه في الدولاب في عز مكان تحت السرير بتاعت احنا بنحب الحياة المصر بطبيعته بحب الحياة وبيحب الانتاج ومنتج وجميل فأوعى تفرط في حيوانك أوعى تفرط في راس مالك هو اللي بقيلك انت اللي هتنتج لمصر ما تخرجش من السوق أصبر حتى لو استحملنا يا جماعة شوية ما فيش مشكلة احنا ربنا كرمنا وكسبنا لو ما كسبنا قال لي شوية ما أجراش حاجة لكن ان شاء الله الخير قادر ما تقلقش بس اتعامل مع الموضوع دلوقتي ما عادش ينفع شغل التقليل يعني أنا مربي بتصل بيا من شبين الاناطر يمكن سامعني دلوقتي قال لي عندي اجل مولود بقاله خمستاشر يوم وبيرضع وتعبان وناي قلت له ايه المشكلة اللي عنده حاجة قال لي جاله اسهال طب لما جي للاجل الاسهال تعاملتي معه ازاي هل عديت على صيدلية وقلت له دينا حبيتين للاسهال وعطتهم للاجل هو ده علاج الاجل فبدأ يدي له علاج بدون استشارة طبية بدون خبرة انا بقول لكم الحكاية دي يا جماعة عشان ازاي نتنقل بقى من الشغل العشوائي والغير علمي للشغل العلمي طب ما انت عندك معهد بحوث الصحة الحيوانية ومديرية الطب البطري الحمد لله لانا فروح في كل الجمهورية عندنا ما شاء الله الاطباء زي الفل وتحت امركم في اي وقت فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فبدأ يديه طبعا قد يكون المسبب ده انا حضرتك انا باتوه في اسباب باتوه في الحالات برغم بل 35 سنة في هذا المجال ممكن يكون فيروس ممكن يكون بكتيريا وكل بكتيريا لها اعراض معينة ونوع معينة لو انا بدأت مع حضرتك بداية سليمة من الاول في الهلاج ما كنتش وصلت لحالة الركود طب الركود بيعمل ايه الركود خلاص بقى طيب هو السلمونيلا ولا إشريش أكولاي ولا فيروس ولا ايه ولا ايه اقول له ايه بقى طيب هنشوف بقى الحالة وازاي نتعامل معها هو ده يا جماعة كيف نتعامل مع المشكلة يبقى اول حاجة لو عندك ولدة دلوقتي ونحن في موسم الولادات نتعامل معها معاملة سليمة سريعا سريعا جدا دكتور ابراهيم احنا الفقرة معانا طبعا بتنتهي لكن مش هننهي الفقرة قبل ما نقول لكل مشاهدينا ومربينا على مستوى الجمهورية نصيحة أخيرة من دكتور ابراهيم الشرباجي لكل مربي في مصر في هذه الفترة بالذات انا بقوله خد بالك احنا داخلين على الشتاء كيف تتعامل معاملة سليمة مهما حصنت مهما عليكت وما اتبعتش اجراءات الامان والامن الحيوي كل ده ممكن يكون بلا فائدة لازم نتابع الاجراءات الوقائية للامراض استخدام التنظيف النظافة التطهير التحصين التطعيم اسألوا اهل الزكر المعاهد البحثية موجودة وان شاء الله ان شاء الله الخير قادم في اذن الله ومصر تستطيع ان شاء الله انا بشكرك جدا دكتور ابراهيم الشرباجي رئيس قسم المعامل الفرعية بمعهد صحة الحيوان شكرا جزيلا نورتنا من كلام دكتور ابراهيم الشرباجي هياخد اخر كلمة قالها الحقيقة هي اسألوا اهل الذكرى ان كنتم لا تعلمون والحقيقة ان الموضوع ده اصبح فعلا بيسبب مشاكل كتيرة جدا 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 سواء في قطاع الثروة الحيوانية او الثروة الداجنة كان زمان يعني او من فترة ليست قريبة بدأ يظهر في تربية الثروة الحيوانية ما يسمى بالجساس والحقيقة ان الجساس ده بدأ يعمل مشاكل كبيرة جدا لانه الناس بدأت تعتمد عليه وكأنه طبيب بطري وبدأت تاخد منه المعلومات وبدأت تعتمد يعني عليه كمان في فكرة تشخيص الامراض الحيوانية وطرق علاجها على الصعيد الاخر بدأ يظهر عندنا على نفس النهج في تربية الثروة الحيوانية في الثروة الداجنة ايضا وبدأ يظهر اشخاص يعطوا النصائح ويعطوا العلاج ويتصرف تصرف الطبيب البطري وليس هم باطباء بيطريين فبدأ يحصل عندنا مشكلة كبيرة جدا في ان احنا ما بنسألش اهل العلم نفسهم وما بنلجأش الاهل العلم نفسهم فاتمنى ان المشكلة دي بالذات من اكتر المشكلات اللي بتواجه الثروة الحيوانية والداجنة في مصر ولو تخطناها بالتأكيد هنتخطى مجموعة كبيرة من المشاكل في طيطها شوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحصات جديد وتصبحوا على الفخير ترجمة نانسي قنقر